موسيقى مساء جديد وملفات جديدة أهلا بكم أسبوعان أمام أطراف التفاوض اليمنية بالكويت للتوصل إلى اتفاق وولد الشيخ يصابق الزمن موسيقى الزياني يطالب بإعادة فرض العقوبات على إيران بسبب استمرار تدخلاتها بشؤون المنطقة المساء من سكايوز عربية مع سامي قاسمي لأول مرة منذ انطلاقها باتت المشاورات اليمنية في الكويت تحت ضغط الزمن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قال لسكايوز عربية إن مهلة الأسبوعين التي منحت للمشاورات اليمنية بدأت مع انطلاق هذه الجولة من المشاورات في السادس عشر من الشهر الجاري وكانت الكويت قد حددت مهلة مدتها خمسة عشر يوما للأطراف اليمنية لحسم مشاورات السلام وإلا ستعتذر الكويت عن عدم استمرارها في استضافة المشاورات ما دفع المبعوث الدولي لمشاورات السلام اليمنية إلى عقد عدة لقاءات في سباق مع الزمن لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمني أمهل الفرقاء اليمنيون مدة للتوصل إلى اتفاق خطوة لم تصل الأمم المتحدة إلى حد طرحها لكن البلد المضيف للمشاورات اليمنية أي الكويت حدد مهلة خمسة عشر يوما ستعتذر بعدها عن استضافة المشاورات قرار الكويت جاء بناء على طلب من وفد الحكومة اليمنية الذي يتمسك بمهلة أسبوعين كسقف زمني للجولة الثانية اتخاذ خطوات أكثر صرامة بشأن زمن المحادثات يأتي بعد أن وقفت المراوغات الحوثية عائقا أمام إمكانية عقد الجولة الثانية فبعد أن اتفقت الأطراف اليمنية على عقد جلسة مشاورات جديدة وفقا لسقف زمني لا يتخطى أسبوعين رفض الحوثيون تنفيذ بنود جدول المشاورات المطروح وتشمل تلك البنود انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم أسلحة الدولة المنهوبة وإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين إضافة إلى استعادة مؤسسات الدولة العودة لطاولة المفاوضات جاءت مرهونة من قبل المتمردين بمجموعة من البنود بعيدة كل البعد عن القرارات الدولية ومرجعيات التفاوض الأساسية إذ طالبوا باتفاق سياسي شامل في محاولة لإقحام ملف الرئاسة وحكومة الوفاق قبل البدء في إجراءات الانسحاب من المدن وتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين ليجعلوا بذلك ملف الأزمة اليمنية يدور في حلقة مفرغة مع شروط حوثية تتعارض مع الشرعية اليمنية ومعنا من الكويت الباحث والكاتب السياسي الدكتور صالح سعيدي ومن الرياض الكاتب والباحث السياسي اليمني الدكتور حسين لقوة أهلا وسهلا بكم ضيفاء الكريمان أبدأ مع الكاتب والباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي الأمم المتحدة منذ البداية اشترطت وجود سقف زمني لهذه الجولة من المفاوضات لكن الكويت قالت بأنها بعد مهلة الخمسة عشر يوما قد لا تستضيف أو لا تستضيف هذه المشاورات ما الرسائل والإشارات التي تريد الكويت أن تبعث بها للمتحاورين أنا أعتقد أن الكويت تلمست أنه بعد سبعين يوما من الجولة الأولى المفاوضات وبعد أن حدد المبعوث الدولي بنفسه مهلة أسبوعين للوفدين لطرح تصورهم النهائي حول ما قدمته ورقة المبعوث الدولي في ظني أن هذا كاف لأن يكون هناك موقف واضح وصريح من التصور النهائي الذي ذكره هو المبعوث الدولي وبالتالي لا يوجد أي مبرر ولا أي مسوق للتمادي أو التماطل في مسرة المفاوضات أو المشاورات ثم أن هذا المطلب هو مطلب من الحكومة الشرعية ما فتئت منذ بداية المفاوضات والمشاورات تطالب به وأنا أعتقد أن الكويت نفذت هذا الطلب ولبت هذا الطلب من أجل أن يكون هناك مصداقية لهذه المشاورات لأن بدون سقف زمني ستستمر المفاوضات أشهرا وقد تطول السنوات لأنه واضح أن الطرف الحوثي لا يريد ولا يرغب في الوصول إلى تسوية سلمية وهو يستغل هذه المفاوضات من أجل تحقيق مكاسب سياسية وميدانية على الأرض لذلك كانت الرسالة الكويتية واضحة أنه لا سقف زمنية بدون غير محدد لهذه المفاوضات أخذ رأي دكتور أحسين من الرياض إلى أي مدى الموقف الكويتي يضغط على المتحاورين لإيجاد مخرج سريع وفوري لحل الأزمة اليمنية أسعد الله مساءكم بالخير أنا لا أعتقد أن حتى الضغط الزمني كافي لأن يحقق نتائج المرجوة من هذه المشاورات أنا أعتقد أن المشاورات تعكس حقيقة التوازن على الأرض والذي لم يكن هناك فيه أي تغيير خصوصا في السنة هذه تقريبا لم نشر أي اختراق عسكري حقيقي يجعل الحوثي في موقع تحت الضغط العسكري أو حتى السياسي واقتصادي لذلك أنا أعتقد أن هذه المشاورات لن تؤدي إلى حل وإذا أدت إلى حلول سوف تؤدي إلى حلول مبتورة لا تتصل إلى جذور المشكلة ولا إلى حل المشكلة مهما كان الأمر لذلك أنا أعتقد أن الحوثي لم يكونوا من البداية في وارد أن يصلوا بالنتائج هذه المشاورات إلى حلول فعلا كما أعتقد المجتمع الدولي بأنها ستكون ذات مرجعية وذات وقت محدد مرجعياتها معروفة المبادرة الخليجية مؤتمر الحوار الوطني القرارات الدولية وقصوصا القرارة 2-2-1-6 لكن الحوثي تنصل من كل هذه الاتفاقات حتى لم يتفقوا على جدوى الاجتماع ولا على وقت محدد ولا على أولويات ما الذي يتمنع فأنا أعتقد أن الأمر سيقول إلى فشل آخر ولا نتحقق أي نتائج وإذا حققت لن تكون النتائج المرجوة من الجميع وفي الترتيبات ترتيب الأولويات دكتور حسين يبدو أن هذه العقدة المستعصية في الجولة الجارية الحالية لماذا يصر المتمردون على تشكيل الحكومة أولا قبل انسحابهم من المدن وتسليم السلاح هنا القضية قضية سياسية أنا أعتقد أن الحوثيين لعبوا على هذا الجانب وبالتالي تحويل الصراع من صراع بين شرعية معتربها دوليا وإقليميا وبين جهة انقلابية إلى جعل الانقلابيين هم الشرعيين والحكومة الشرعية هي الخارجة عن السلطة لهذا الحديث عن الدولة وعن الحكومة وعن تشكيل الحكومة وطنية قبل الذهاب إلى تطبيق القرارات أو البنود الأساسية الأربعة للقرار الدولي 2216 فعلا ستكون مهزة حقيقة وستكون كارثة ولن تؤدي إلى شيء أن هذه المشاكل ستظل موجودة في هذا البلد لأننا لم نصل بعد إلى فعلة إلى القذور الحقيقية للصراع التي أدت إلى كل هذه المشاكل لذلك الحوثيين يناورون ويراهنون على المواقف الدولية التي تغيرت فترة الأخيرة خصوصا في هذا العام بعد أن طالت الحرب وبعد أن لم تشهد اختراق حقيقي للأسف شديد في مناطق اليمن الشمالية من كبل القبائل والمقاومة والعسكريين أثبتوا أنهم لم يعملوا أي اختراق في مواقع الحوثي أو في معاقلها الرئيسية وبالتالي استعاد الحوثي البادرة وأصبح هو من يتحكم في سير المفاوضات دكتور صالح السعيدي من الكويت طبعا ضيفي دكتور حسين أشار إلى نقطة مهمة الحوثيين أنصار صالح يراهنون على الموقف الدولي البعض يرى أن الموقف الدولي المجتمع الدولي يقوم بدور المتفرج في الأزمة اليمنية ولا يقوم بأي شيء لصالح حل هذه الأزمة هل فطور المجتمع الدولي في التعاطي مع الملف اليمني هو الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم أنا أعتقد هذا قد يكون سلبي وقد يكون إيجابي سلبي من ناحية أن لا نلاحظ أن هناك اهتمام دوليا وحضور دوليا في القضية اليمنية وحتى لا يوجد هناك تداول للأزمة اليمنية في تصريحات المسؤولين في الدول الكبرى وإيجابي من ناحية أن هذا الأمر موكول إلى دول الإقليم وخاصة الدول التحالف العربي الخليجي وهذا قد يعطيها فرصة وقطاع شرعي لأن تستمر في مواصلة عملية عادة الأمل والعملية العسكرية لأن واضح أن الحوثي يحاول يراهن على تفتيت الجهد الدولي وعلى فتور المجتمع الدولي وملل دول التحالف العربي الخليجي ومن عملية الحرب واستبرار عملية عسكرية وبالتالي هو يراهن على الخطبة وهي أعتقد أنه يراهن على الخطبة في وضمونها وهو أنه ما عجز عنه في تحقيق الحرب بسبب قيام التحالف العربي الخليجي بمنع هذه الاستيلاء على السلطة في اليمن يحاول أن يحققه بالسلام على مراحل وهو الدخول في مسألة تميع القرارات الدولية وتحويل المسألة إلى مسألة انتقالية هو يريد الآن الدخول في مرحلة انتقالية جديدة بشروطه هو وأن لا يكون فيها محتفظا بقوته العسكرية ويحصل على وزن سياسي وأكثر بكثير من حقيقة تمثيله على الأرض وبالتالي هو يسعى إلى أن يدخل في عملية انتقالية يحاول تجميد العمل العسكري لأبعد مدى يحاول استغلال احتمال تغير في المواقف الدولية والمواقف الخليجية وبالتالي يقفز إلى السلطة مرة أخرى في حال أن توفرت له ظروف وسنحت له الفرصة مرة أخرى ما دمنا تحدث دكتور صالح عن المجتمع الدولي عن بعض المبادرات هنا وهناك الأمس كان هناك اجتماع في لندن اجتماع رباعي هل ترى بأن هذا الاجتماع جاء بأي جديد نحو مساعي الحل في الأزمة اليمنية؟ أنا أعتقد أن هذا الاجتماع جاء بطلب وبضغط من الحكومة الشرعية والتحالف العربي الخليجي من أجل أن يكون بسار الأمم المتحدة في المسار الصحيح وأن يكون ضمن الشرعية وضمن قرارات المجلس الأمن وضمن المرجعية القانونية والشرعية للأزمة اليمنية الأزمة اليمنية لها قرارات دولية ولها مرجعية في الحوار الوطني ومبادر الخليجية التي يتأسس عليها النظام السياسي الحالي في اليمن وبالتالي لا يوجد مبرر للخروج عن كل هذه الثوابت وأي محاولة الخروج عن الثوابت أو حتى التفكير بها هو معنى ذلك أنه نسف لكل المسألة والحل السياسي طيب دكتور أحسين لقور من الرياض الحوثيون خرجوا في مظاهرات الاثنين الماضي ورفعوا لافتات وقالوا بأن الذي يعرقل الحل في الأزمة اليمنية هي الولايات المتحدة الأمريكية إلى أي مدى هذا الأمر دقيق وهل من مصلحة واشنطن استمرار الصراع في اليمن هذه مسخرة الأقدار كما يقال يعني أن يتحدث الحوثيين بهذه اللغة وهم أكثر من لقوا دعم يعني أنا أعتبر دعم على اللقاء السياسي في أكثر من فرصة يعني من قبل الأمريكان والقرب وهم اليوم أيضا دول ماسي الأمريكان يلتقون بهم ويوجه لهم النصائح يعني وبالتالي فهذه نوع من المغالطة أو نوع من الضحك على الذقون أنا أعتقد أنا في نظري أن الحلول التي نتحدث عنها إذا لم تذهب إلى الجذور الأساسية للأزمة في هذا البلد أولها طبعا نبدأ من النهايات أولها هو إبطال هذا الإنقلاب حقيقة إن لم يتم إبطال هذا الإنقلاب فتتظل الصراع موجود في هذا البلد إلى ما لا نهاية الأمر الآخر وهو يعادة تركيب الدولة اليمنية أساسا في صنعها والتي ظلت تحكمها قوى النفوذ العسكرية والدينية والقبلية على مدى قرون لذلك لا بد من الذهاب إلى هذا الجذر الأساسي من المشكلة الجذر الآخر للقضية وهي القضية الجنوبية التي يحاول حتى المتشاور يعني المشاركون في المشاورات في الكويت تجاوزها دون تمثيل لها وهي القضية التي أثبتت مقاومتها أنها الوحيدة التي حققت انتصار واضح وقوي وشريف على الحوثيين لذلك إذا لم نذهب إلى هذه الأسباب الحقيقية للصراع في هذا البلد ستتحول هذا الحرب إلى حرب مزمنة سيهملها العالم وسيبقى الناس في هذا الصراع إلى ما له نهاية ستتحول إلى حرب مزمنة البعض يتحدث أيضا دكتور حسين لقور أننا ما زلنا ندور في المربع الأول فيما يخص انعدام الثقة أين دور الأمم المتحدة في بناء الثقة من أجل إيجاد حل لهذا الصراع في اعتقادي أن الأمم المتحدة لا تلعب الدور الكافية الأمم المتحدة هي مجرد وسيط لا تمتلك قوة عسكرية تفرضها على الآخرين الأمم المتحدة هي تعبير عن التوازن السياسي للقوة الفاعلة فيها أو القوة الكبرى التي تتحكم في القرارات متى ما كان لهذه القوة مصلحة في تنفيذ قراراتها ونحن هنا أمام قرار تحت البند السابع يعني والغريب وبالتالي متى ما كان لهذه القوة مصلحة في تحقيق أو تنفيذ أي قرار دولي فهي تتخذ كل الإجراءات الكافية لتحقيقها لكن لكون الدول الكبرى أو الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليست معنية بتنفيذ القرار وهي لها حساباتها ولها خططها وطبعا في ظل الاختلالات الإقليمية في المنطقة وضمن أعتقد المشروع الأمريكي الإيراني الجديد الذي بدأت ملامحها تظهر منذ 2002 فهذه كلها تجعل الإنسان أصبح يشكك في مواقف الأمم المتحدة حقيقة وإنها ليست فعلا معنية بإحلال سلام حقيقي أو حل مشكلة هذا البلد وتركه للأيام والأبناء لكي يفعلوا فيه ما يشاءون أنا أعتقد أنه ما زال الحل بعيد في هذه الأيام دكتور حسين لقور دكتور صالح السعيدي أرجو أن تبقى معنا لنواصل الحوار ولكن بعد فاصل قصير ونعود إلى حوارنا حول المشاورات اليمنية تحت ضغط المهلة الزمنية مع ضيفينا من الكويت الكاتب والباحث السياسي دكتور صالح السعيدي ومن الرياض الكاتب والباحث السياسي اليمنية دكتور حسين لقور قبل الفاصل دكتور صالح السعيدي كنا نتحدث عن دور الأمم المتحدة في بناء الثقة هل ترى أن المبعوث الدولي ساهم في تحريك شيء ما في المفاوضات أم أنه كان يدير أزمة ولا يبحث عن حل هذه الأزمة المشكلة تتجاوز المبعوث الدولي الحالي هي مسألة قدرة الممتحدة على تنفيذ السياسة وتنفيذ التوجهات وحل الأزمات ولو لاحظنا أنه حتى المبعوث السابق الذي كانت موجودة منذ عام 2012 والذي أشرف على المسار الانتقالي كانت نهايات ومآلات إشرافي على هذا المسألة نهاية كارثية هو الشهد تحت بصره وتحت نظره استلاء الحوثي على السلطة وانهيار الدولة اليمنية والاستخفاف وانتهاك كل القرارات وكل التفاهمات التي كانت برعاية المتحدة نفسها والتالي الأمم المتحدة ببنيتها وطريقة تمثيلها وآلية اتخاذ القرار فيها وطريقة أسلوب تسييرها للأزمات عاجزة عن فرض حل سياسي وتاريخها يوم بذلك هناك كثير من القضايا التي تولتها الأمم المتحدة لم تستطع أن تحسموا هذا القضايا أقرب قضية هي قضية البوليسالي التي تتولها الأمم المتحدة منذ 25 عام وعني بذلك قضية الصحراء الغربية وهناك أكثر من قضية وأكثر من مسألة أشرفت عليها الأمم المتحدة وعاجزت عن الوصول إلى حل النهاية وبالتالي المسألة تتجاوز مسألة قدرة الأمم العام الحالي أو السابق أو رغبته في انهاء الأزمة أو طي الملف لأن ذلك يتعلق بتوازرات الدول الكبرى والممثلة للمجلس الأمن ومصالحها التي لا أعتقد أنها متأثرة الآن في الموضوع اليمني وجل اهتمامها على قضية داعش والإرهاب وقضية الهجرة إلى أوروبا وقضية الضربات الإرهابية التي تواجهها الدول الأوروبية كثيرة الدكتور حسين نتحدث هنا عن المعسكر الحوثي صالح في الوقت الذي يتم التوصل فيه الاتفاق فيه على بعض النقاط مع الحوثيين يأتي صالح ليصعد تضارب المصالح داخل تحالف الحوثي صالح إلى أي مدى يعقد ويحول دون إيجاد تسوية لهذا الملف لا أعتقد أن هناك تضارب مصالح بين الطرفين وإنما هناك لعبة يديرها الطرفان حقيقة لكي يتنصلوا من أي التزامات نحن لم نشهد فيما قال إسماعيل ولد الشيخ من تقديم لهذه المفاوضات والمشاورات والمشاورات السابقة أي إثبات أي توقيع على وثائق تلزم الحوثيين أو حتى إقرار مسجل بأنهم ملتزمين بالقرارات الدولية ملتزمين بمبادرة الخليج ملتزمين بنتاج الحوار الروطي نهائيا لم يقدموا أي تنازل ويأتي إلى وفد الشرعية ويقول لهم لا أن الحوثي وصالح موافقين على هذا أنا أعتقد أن هذا الجانب الذي فشلت في الحكومة الشرعية ووفدها ووزير خارجتها في الحصول على موافقة صريحة ونصية من الحوثيين وهو ما أدى إلى هذه المطلة لو أنهم من اليوم الأول أخي المدخلات الخاطئة تؤدي إلى نتائج قاطة لو أنهم من اليوم الأول قالوا لن نذهب إلى محادثات أو مشاورات دون أن يكون هناك أي جندة واضحة وجدوى الأعمال واضحة لجميع المتفقين عليه وتزميل لهذه المفاوضات ومرجعيات محددة لن نذهب إلى هذا أما أن يأتوا الآن بعد سبعين يوم مفاوضات فاشلة قبل عيد الفطر وقبل رمضان وفي رمضان ويأتوا الآن ويحاولوا أنهم يفرضوا شروط فهذا أعتقد أنه جاء متأخر جدا لذلك أنا أعتقد أن الأقوة في الكويت قد اتخذوا القرار المناسب وهو الصحيح لأننا نشهد حقيقة كوميديا مبكية في هذا الناس يتفاوضون وعايشين وبعيد عن معاناة الناس في ملايين البشر تعاني في هذا البلد في ملايين هجروا من منازلهم في ملايين يعانوا من الأمراض القاتلة في ملايين لا يجدون لقوة العيش وهم يتفاوضون لأنهم فقط يعني يريدون إثبات أنهم يتفاوضون إلى متى إلى ما لنا هل نفهم منك دكتور حسين أن الحكومة اليمنية بالعودة إلى المفاوضات من جديد وفي ظل تماطل الحوثيين أخطأت حينما عادت أنا قلت هذا الكلام وعلى قناتكم عند بدء المفاوضات في يوم قبل 18 إبريل أنه على الحكومة أن لا تذهب إلى الكويت ما لم يكن هناك إقرار ملزم من قبل الحوثيين موقع من قبل كل أطراف التحالف الحوثي المخلوع بحيث يلتزمون بأنهم وفقا للقواعد للمرجعيات الحوار كما قلنا للمرجعيات الثلاثة وأن هناك في أجندة واضحة وأنهم جاءوا فقط لتطبيق أو الإدراسة لتطبيق للقرار 226 غير كذا الذهاب إلى الكويت هي فقط مضيعة للوقت ومحاولة من الحوثي واستفاد فعلا منها المحاولة ليعادل ترتيب أوراق في الداخل للبلد محاولة تخلق علاقات عامة مع المجتمع الدولي مقابلات صحفي زيارات ما إلى ذلك كل هذا يعني لو جئنا الآن حصيلة هذه المشاورات التي دخلت على شهر الثالث أو الرابعين في مجموعها أي شيء النتيجة النتيجة أن الحوثيين فعلا هم الكاسبين من كل هذه المشاورات وأن المشرعية لم تكسب إلا فقط يعني فقدان الثقة من الجماهير التي تؤيدها بأنها لا تستطيع أن تقدم على عمل يعني يؤدي إلى إبطال هذا الانقلاب دكتور صالحة السعيدي يعني كثيرون يعتقدون ويرون أن المفاوضات الحالية هي آخر فرصة للوصول إلى السلام أنت في الكويت تراقب عن كثب هذه المحادثات ما مآلها كيف تتوقعون أن تخرج بها مفاوضات كويت يعني بالنظر إلى أسلوب وتكتيك وأهداف المعسكر الحوثي والصالح في ظني أنهم سيحاولان تقديم طعم وهو القبول باتفاق مبادئ أو أي إطار عام من أجل تمديد المفاوضات ومن أجل إقناع الطرف المستضيف وهو الكويت والأم المتحدة أنهم مستعدون لتطبيق القرارات الدولية ولكن في ظني أنه ذلك سيكون طعم لأن الحوثي والصالح ليس من مصلحة تباه وليس من طبيعته أن يلتزم بالقرارات الدولية لأن الاتزام بالقرارات والمرجعيات الدولية أو الأزمة اليمنية هو ببساطة معناته إلغاء الوجود الحوثي وشطب صالح من المعادلة السياسية وبتالي هما يناوران على تطبيق الغرات وفي ظني أنه في النهاية سيحاول الحوثي وصالح تقديم طعم للمجتمع الدولي والمبعوث الدولي والدولة المستضيفة والشرعية بأنه يتظاهر بالقبول بآلية معينة ولكن في تفاصيل هذه الآلية سيكون هناك تناقضات كثيرة ستؤدي إلى تفجيرها في مرحلة لاحقة أشكرك الكاتب والبحث السياسي دكتور صالح السعيدي كنت معنا من الكويت وأشكر أيضا الكاتب والبحث السياسي اليمنية الدكتور حسين لقور كنت معنا من الرياض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر